دعني أستغل وجودك كدليل إرشادي للخطوات التي نستطيع أن نأخذ فيها قرد أول شيء كمّل الرقم المناسب لي كمنشعة أني أخذ قرد فيه يعني أنا الآن اقتنعت أنا عندي توسع في الأعمال أنا محتاج القرد وقرار القرد في صحيح في وقته بس ما أعرف أنا كمّل الرقم الذي المفروض أخذ قرد أخذ مئة ألف، ثلاثمئة ألف، مليون، خمسة ما أعرف كيف أنا أحدد الرقم المناسب لي بدقة هو أروح للبنك وأقول له عطني أعلى شيء تقدر عليه هذا السائد للأسف عبد الله الناس يقول لك عطني أكبر شيء أقدر أحصل عليه لكن هذا أخطر شيء في العملية التمويلية لماذا أخطر شيء؟ لأنه أنت لا تحتاج المبلغ هذا المبلغ هذا أنت تأخذه وله تكاليف بالتالي إذا ما أنت مقابل التكاليف هذه ومقابل الأقصاط اللي بتسددها في إيرادات رح تتورط باستداد الأقصاط لأنه كل ما زاد المبلغ وزادت التكاليف اللي هي الفائدة زاد عندك القصط فالعملية متناسبة بتناسب طردي كل ما زاد هذا يزيد القصط إذا ما أنت حددت بالضبط كم تحتاج وتأخذ على قدر الحاجة أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا إدارة السيولة البنوك ما رح تقفل شركات التمويل ما رح تقفل يدورون عملاء يبحثون عن العميل اللي جدارة الاعتمالية ممتازة وبيعطونه يدورون عليه فلا تأخذوا مرة واعتقد اللي أنت تحتاجه وإذا احتاجت مرة ثانية يطلب هذا اللي يفهم منك هذا النقطة الأولى النقطة الثانية حاول تتخلص من المديونية بأسرع وقت أنت ضم بالسداد بشكل كامل إذا صار عندك فوائض مالية قفل المديونية لماذا أخلص؟ بعض الناس يقول لك مدة السداد لماذا أخلصها بسرعة؟ لو خلصت بسرعة بصير مضغوط خلنا أحطها على فترة طويلة عشان ما أحس بالسداد لا تصير مضغوط إذا عندك منتج يعني خلنا نقول اليوم صار عندك مئة ألف فائض المئة ألف هذه تخليها في الحساب ولا تسدد بالمديونية ولا تتوسع بها في عملك إذا تتوسع بها في عملك ممتاز رائع جدا بس إنك تخليها في الحساب وأنت من هنا مديون لا قفل المديونية حتحصل على تخفيض سداد مبكر وحتتخلص من الدين وحتحافظ على سجلك الأتماني أمام شركات المعلومات الأتمانية عشان لو بغيت تديها مرة ثانية تأخذ بكرة قرض مرة ثانية العالم كلها ترحف فيك كم النسبة المناسبة للقرض نرى النسبة تلقاها أربعة ملية في المئة وتلقاها ستتعاش في المئة صحيح كم النسبة التي ترى أنها مناسبة لأخذ القرض لا يتسرع الواحد في القرض اليوم يفترض أن كل واحد يبحث عن أفضل عرض يجيه كدم على أكثر من شركة تمويل على أكثر من بنك وتخير يعني تكون العملية مدروسة هي القرض ليس فقط أن أحصل على مال القرض فيه رسوم إدارية قد يقول لك أنا أعطيك 5% القرض ولكن يأخذ منك 10 ألاف ريال رسوم إدارية لما تحسبها مع بعض يطلع لك القرض 7% أو 8% فيجب الواحد يكون عارف بالضبط التفاصيل يعني مرض يدرس العروض ويشوف أقل واحد ويشوف أقل تكاليف بالسؤالي متى النسبة التي تأتي تقول لي لا وقف هي أقل نسبة مثلا جتني 13% مثلا تقول لي لا وقف هذا القرض لا يصلح تأخذه عالي متى أقدر أقول عالي أو خطر أني أخذه طبعا أنت لما يكون إراداتك ما تقدر تغطي تكاريف الدين هنا بيصير عندك مشكلة فيها لكن النسبة بشكل عام لما تروح لأكثر من جهة تمويلية كل جهة لها طريقة في حساب المخاطر وبالتالي التسعير دائما مربوط بحساب المخاطر لما تيجي جهة تمويلية قالت لك والله أنت تعتبر مخاطر خلينا نقول متوسطة وبالتالي سعر المخاطر المتوسطة 7% واحد ثاني قال أنت مخاطر عالية وسعر المخاطر العالية 10% لا أنا بيبن داخليا أنا كيف يجي أقول لا لا هذه النسبة لا أقدر أتحملها هذه خطر عالي متى أقول كذا لما يكون عندي خيارات متنوعة إذا أنا أقدر أخذ تمويل رأس مالي بتكاليف طبعا أكيد أقل إذا كان أقدر أحصل على خيارات أخرى اليوم عندنا فرص للتمويل كثيرة جدا اليوم في شركات تمويل في بنوك في شركات التقنية المالية دخلت على الخطر أبجيك على أين ألقيت بس أنا من الإرادات متى أقدر أقول ترى هذه الحسبة ما نقدر نوصلها طيب إذا كان عندي أنا القرض أبأخذها اليوم ومع تكاليفة خلينا نقول بيوصل مليون ومئة ألف ريال تمام شغلي كل اللي بأشتغله وببيع فيه مع أرباحي ما رح يوصل مليون ومئة ألف أو بيصير على هذا الحد أنا أعتقد القرض مكلف لأنه ما ربحت أنت من وراء أنت لازم تربح من القرض ومن فوائده فبالتالي العملية كاملة أنت حطيت المليون هذا زائد فوائده مليون ومئة ألف ريال يفترض مبيعاتك تكون أعلى من هذا الرقم هنا تقدر تقول والله السعر مناسب